بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث لرحمة مهداء يا سادة احنا في أوقات كتيرة و احنا في البدايات و خاصة في بدايات الأعمال و ببدايات الأعوام بنحتاج ان احنا نجلس مع جليس يردنا إلى الحكمة عشان الله سبحانه وتعالى قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا محتاجين ان احنا نكون نرجع للحكمة مرة تانية الحكمة في الحقيقة بتقول ان احنا لازم نجلس مع جليس مهمة في بداية السنة الجليس ده هو ايه محاسبة النفس محاسبة النفس يا سادة كتير من الناس بيتعاملوا معها بطريقة ما تخلهمش يعيشوا مع الله سبحانه وتعالى يبتدوا محاسبة النفس بان هم متصورين ان محاسبة النفس ده تعذبها و جلدها و ان هو يتخلص وينتقم منها من كل اللي عملته فيه طول السنة لكن حقيقة ان محاسبة النفس جاية تحقيقا لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملوه وكأن الآية بتقول حاجة غريبة في محاسبة النفس ان الانسان في محاسبة نفسه يبص هو قدم ايه لبكرة وكأن محاسبة النفس مش بتوقعنا في اكتر حاجة تجعل الانسان محبط وتجعل الانسان فاشل وهو الاغراق في الماضي لا دي مش محاسبة النفس ان انت تغرق في الماضي لكن محاسبة النفس انك تفكر في الاعمال وايه اللي بيعملك خير ممكن يوصلك الى مرضات الله سبحانه وتعالى وازاي تستثمر الحياة دي عشان بكرة وايه اللي بيعمله الانسان غير كده وبيبعده فيتجنبه في مستقبل حياته يبقى محاسبة النفس بتكشف لنا في اللي فات ايه اللي بحتاج مزيد من التخطيط وتخلينا نخطط لللي جاي عشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله الامان يبقى عندنا نموزجين حضرة النبي بيقدمننا نموزجين الكيس اللي هو الحكيم الحكيم من دان نفسه وعمل لما بعد الموت لو على فكرة لو المحاسبة النفسية جلد الزات والمقصود بيها هو ان انت تتقل على نفسك الهم والغم كان اكتفى رسول الله سلم قال الكيس من دان نفسه بس مش هو ده ده الكيس من دان نفسه وعمل الى ما بعد الموت يبقى اصلا انا ادين نفسي لكي اعمل لما بعد الموت يبقى اصدي في المحاسبة عيني في المحاسبة على المستقبل مش انا في المحاسبة لنفسي اغرق في الماضي وده شيء مهم جدا وعشان كده محاسبة للنفس لا فيها تساهل مع نفسي ولا فيها ايضا اغرق في الماضي وعشان كده لازم نفهم اني انا لما بحاسب نفسي انا بحاسب نفسي وعيني على المستقبل واستفدت في ما مضى لكي لا اقع فيه وعشان كده نشتغل اكتر لكن عشان في حاجات كويسة نبني عليها في الماضي والحاجات التانية نشيلها من الطريق من بابي زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال اماطة ادناها ام ادنا شعب الايمان اماطة الازى عن الطريق فاميط الازى عن الطريق ولذلك الزكي الحكيم هو اللي بيدين نفسه لان كل ابن ادم خطاء وهو لما بيجعل نفسه مدين لله سبحانه تعالى بيبقى عارف ان باب ربنا مفتوح وان ربنا سبحانه تعالى ما اغلقش بابه فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لما الدين نفسك وتعرف ان نعم ربنا نزد عليك يبقى ايه اللي حاصل انت مشتغل طلطم ولكن انت بتبشر نفسك بان الذي اعطاك عطايا جعلتك مدينة له سبحانه وتعالى هو سيعطيك العطايا في المستقبل فقم واعمل لما بعد الموت يعني خلي عملك كمان مش بس لحياتك ده عملك كمان يفيد ويصل الى ما بعد الموت ويمكن ده احد تجليات قول الله ولا اقسم بالنفس اللوامة ان النفس اللوامة لها دور كبير جدا جدا في تطوير حياتنا مش لها دور كبير جدا جدا في جلدنا وتعذبنا ولذلك الله سبحانه وتعالى لما امرنا وطلب مننا بل الإنسان على نفسه بصيرة ما كانش اقصد انه نعزب نفسنا لكن كان مقصده ان مدده سبحانه وتعالى ونظرنا في نفسنا يعمل ايه؟ يهذب نفسنا فالمحاسبة النفس المقصود مش المقصود منها ماذا؟ ليس المقصود منها ابدا التعذيب ولكن مقصود منها التهذيب يعني التطوير والتحسين وهو ده اللي ممكن نفهم بيه كلام سيدنا عمر لما قال حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم يعني ايه؟ زودوا في اعمالكم الصالحة وخلوا اعمالكم تزيد وتتطور وتتحسن ولذلك اللي حاصم من الاشياء اللي بيحبها ربنا في الاعمال ولابد تكون جزء في دخلنا في مسألة محاسبة النفس ايه؟ احب الاعمال الى الله ادوامها وانقل يعني حتى لو قل لكن داوم يعني استمر وفي نفس الوقت ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه اه يبقى يبقى لما نجمع الحديثين مع بعض يبقى ازاي هنداوم ان احنا نحسن يبقى المداومة اهو الله يحب المداومة على الاعمال وان قلت وفي نفسه دا يحب ماذا اتقان العمل يبقى نجمعهم مع بعض كده يبقى الله يحب مننا ان نطور اعمالنا يبقى اين مقصود من محاسبة النفس ان اطور عملي فالناس اللي بتلوم نفسها نفسها وبتلاقيها بتقرب من ربنا اكتر يبقى ايه بتتحرك اكتر يبقى لومها النفسها دا وتاخدها للامام يبقى تعرف ازاي ان دا دي النفس اللوامة بتعمل على مراد الله او بتعمل على مراد النفس الامارة مع ان النفس الامارة ممكن تدخل لك وتقول لك على فكرة انا بلومك وتخليك تتحول الى جلد الازدات اذا وقفت يبقى دا من النفس الامارة بالسوق واذا تقدمت واقبلت على الله يبقى دا من النفس اللوامة اللي بتأخذك والضمير بيشتغل بشكل ايجابي وااخذ بيدك الى الله علشان كده هتلاقي ناس بتشعر ان فات اوان المحاسبة وما يفكروش يحسبوا نفسهم ليه لانهم خايفين من المعنى السلب اللي احنا قلنا عن المحاسبة اللي هو جلد الزات فيهربوا من محاسبة النفس لكن احنا بنقول المحاسبة عشان نطور وعشان ندخل في قوله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم فنغير ما بانفسنا عشان نتقدم وعشان كده سيدنا علي كرم الله وجهه ويقول الناس ان ينفى اذا ماتوا انتبهوا يبقى الكلام دا من معنى ايه ان الناس فيهم اصناف كتيرة فبعض اصناف الناس يفضلوا عايشين من غير محاسبة لغاية ما يكلموا الموت وعشان كده ربنا حكى حتى اذا جاء احدهم الموت قال يا رب ارجعون لعلي اعملوا صالحا فيما تركت فإلا حاصل فاء لما يجي الموت لكن لا احنا من الاول خالص عايزين نبتدي وعشان كده فاكرين دعوت سيدنا يونس لما قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا نوع من انواع وشكل من اشكال محاسبة النفس فوعرف انه ظلم نفسه لما ترك اهله مغاضبا واستقرف بطن الحور فاعترف لربنا بده وندم فكانت البشرة من رب العالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ايه اللي حاصل الله سبحانه وتعالى عمله كل هذا العطايا كشف عنه الغم ونجاه وجعله كمان ايه من المحسنين ها عطايا كتير حصلت لما هو طور من لماذا لما هو ازداد قرب من الله سبحانه وتعالى وعارفين ليه محاسبة النفس منجية يعني محاسبة النفس هتلاقي سيدنا الامام الغزالي ذكرها في المنجيات ليه في المنجيات لان محاسبة النفس احد الامور اللي بتساعد على التسكية تسكية النفس الامارة بالسوق وربنا سبحانه على قلنا قد افلح من زكاه فطريق الفلاح يبدأ بمحاسبة النفس لانه بيفتح لنا لما عاهد ربنا عاهد ربنا على ايه على ترك ما لا يرضي اللي بعرفه منين عرفه منين عرفه من محاسبة النفس وعشان كده ربنا بيقول لنا واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى كأنه لما نهى النفس عن الهوى أواه الله سبحانه وتعالى فدخل في جنة المأوى ونزيك من أكتر الحاجات اللي بتعيننا على محاسبة النفس إنك تسلم نفسك لله وتظن إن ربك لن يتركك أبداً ولا تظن بربك إلا الحسنة لأن ربنا أعلم بك وبنفسك وعشان كده الله سبحانه وتعالى قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فتخيل الأقرب إلى نفسك من حبل الوريد مش هيكون معك هيكون معك في كل طرفة عين علشان كده دايماً بفكر للناس وأقول لهم الباقي معك ما ودعك الباقي معك ما ودعك وآخر حاجة احنا محتاجين وإحنا بنحاسب نفسنا عليها وإحنا بنحاسب نفسنا نرعيها إن مجاهدة النفس بتعمل إيه بتخلينا مع ربنا سبحانه وتعالى حسين بمدده حسين بوعده هو ربنا وعد اللي بيجاهد نفسه بحاجة آه ربنا وعده إنه هو هيرشده وياخد بإيده والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين يعني إيه؟ يعني إذا هو جاهد الله يكون معاه ومش هيتركه أبداً فيه شوية إجراءات كده هتزود محاسبتنا للنفس أول حاجة أول إجراء لازم نعمله إن إحنا ما نخافش من محاسبة النفس ونحاسب نفسنا ويبقى العائد علينا من محاسبة نفسنا هو الافتقار إلى الله النتيجة اللي أنت تقيس نفسك وإنت حسبت نفسك أو ما حسبتش نفسك وإن أنت تشعر بالافتقار إلى الله تقول لربنا إيه؟ يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني ولا تتركني لي ليه لا تتركني لي؟ ما أنا ما أنا عرفت حسبت نفسه وعرفت إن نفسي طيعتني يبقى أنا محتاج إن أنا إيه؟ لا تتركني لي يبقى أول حاجة الافتقار ونعرف الافتقار إزاي؟ إيه المردود اللي ييجي عليك لما تتقن محاسبة النفس الافتقار ومناجات الله سبحانه وتعالى بأول حاجة تحاسب نفسك وتناجي الله سبحانه وتعالى تاني حاجة تتوب إلى الله سبحانه وتعالى تتوب إلى الله بمعنى تغلق الصفحة وتبدأ صفحة جديدة بعيد عن كل ما كان منك ووعى تستعظم الزمد ووعى كمان تستزغل نظر ربنا إليك ولذلك ما تستعظمش الزمد فالزمد يمنعك من أنك أنت تقبل على الله ولا يبقى عندك أمل لا خلي الأمل عندك جزء من محاسبتك لنفسك أن أنت تحاسب نفسك أن أحد الأشياء اللي وقعتك في المعاصي ووقعتك في كل البلاية اللي أنت فيها أن أنت ما كانش عندك أمل في الله أنه هينتشرك ويخرجك من إيه؟ من كل اللي أنت كنت فيه خلي أملك في الله وتمسك بفضل الله وتمسك بمدد الله وقل يا من وعدتني وقلت لي أليس الله بكاف عبده؟ أسألك أن تكفيني نفسي وأن تأخذ بي إلى طريقك يا رب العالمين خليك دايماً مع الله توب وابدأ وابدأ الآن عمل واتبعه بعمل ولا تستجب لنفسك عندما تقول لك بأن الباب قد أغلق بينك وبين الله إذا حسبت نفسك ووضعت نفسك مقصراً فإن الذي سيخرجك من تقصيرك يقول لك عبدي أريدك فهل أنت تريدني فإن كنت تريدني فخذ مددي لكي تقبل عليه يا رب جعلنا على الدوام لا ننقطع أبداً عن ساحتك ونقبل على الدوام واجعل دائماً محاسبتنا لنفسنا همة ومدداً وبركة تأخذ بأيدينا إليك يا كريم يا ودود يا رب العالمين المترجم للقوة